السلام عليكم ورحمة الله. معكم اسامة من قناتكم جاسمي زون. فيديو النهاردة مختلف تماما عن اي فيديو قدمناه قبل كده. بس قبل ما نبدأ في الفيديو بتاع النهاردة احب اهني الفايز بتاع الاسبوع دوت وهو تاج الدين. فايز معنا بجايزة قيمتها عشرين دولار. لو انت عايز زي تاج الدين طبعا تابع الحلقات اللي كيف موجودة قبل كده. وتابع معنا بعد كده. هي شروب بسيطة جدا للمسابقة. كل عليك انك بتفرج على الفيديو لغاية الاخر وتبعت من الكلام دوت على الاستجرام او على التليجرام. اهم حاجة انك شرطه تكون عامل اشتراك لو انت مش مشترك هتشترك وهتفعل زر الاشتراك تاني او الغي اشتراكك يعني وارجع فعل زر الاشتراك تاني وبعد كده فعل زر اشاراته الاول. وهتكون عامل لايك للفيديو زي ما قلنا هتكون متفرج على الفيديو لغاية الاخر هتبع لتسكرينشوت للكلام دوت. اكتر واحد هيبعتلي سكرينشوت لفيديوهات تتفرج عليها هو اللي بيفوز معنا فايز كل اسبوع يعني معناها ان كل اسبوع بيفوز معنا واحد بعشرين دولار طيب هنشيل بس تا جدين دلوقتي ارجوك 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 كمل معايا الفيديو لغاية الاخر صدقني 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 كل كلمة هتتقال مهمة انتو داخلين على مصيبة سودة كمل معايا بعد اذنك الفيديو لغاية الاخر علشان تقدر تفهم انا عايز احذرك من ايه صدقني الموضوع كبير جدا الفيديو بتاع النهاردة بيتكلم عن ايه او ايه اجبيديت فيه او ايه الغريب فيه الغريب فيه ان احنا كل مرة احنا بنتكلم عن فيديوهات مفروب بقولك خش التطبيق دوت او خش المنصة دي هتبدأ اشتغل عليها وهتربح منها واوة الى غيرها اوقات كتير جدا بنسبة تسعين في المية بتبقى المنصات صادقة جدا وشغالة وزي الفل ومفيش اي مشاكل خالص اوقات بيجي لنا اعلانات ما بيتأكد لناش ازا كانت هتكمل ولا مش هتكمل بس لغاية لحظة الاعلان اللي احنا بنعمله او التقديم اللي احنا بنقدمه بتكون المنصة شغالة فيه منصات بتفضل شغالة فترة طويلة جدا وفيه منصات ساعات تتعصر وساعات تقفل طبعا احنا بنو اقعاملين تحذيراتنا واقايلين كل حاجة في الفيديوهات بتاعتنا لكن الفيديو بتاع النهاردة مختلف تماما لان ديها منصة مفروض تواصلت معي علشان تعلن عن المنصة بتاعتها بس حصل حاجة غريبة جدا فعشان كده هي اللي خلتني اقوم بسرعة والح اصور الفيديو بتاع النهاردة دوت عشان انا زي ما بقولك على حاجة اللي ممكن تربح منها لازم احذرك من الحاجة اللي انت ممكن يتنصب عليك فيها خلينا بس نشوف الاول هوريك شوية صور كده صغيرة هنتكلم فيها عن اللي حصل علشان نشوف احنا هنشرح ايه او هنتكلم عن ايه زي ما انت شايف قدامك ده اخر حاجة حصلت في الشات ما بيني وما بين الشخص اللي مفروض من خدمة العملة او ايا كان ما يكون يعني اللي مفروض كان بيتواصل معي علشان عايز يعمل اعلان عن المنصة اه ده اخر حاجة ده عرفت الشات طبعا انا هشرح لك كل اللي انت شايفه ده دلوقتي جوه بالتفصيل عشان نعرف ايه اللي حصل وتاخد حذرك من ايه بالزبط اه كان مفروض ان انا هعمل محفوظة توكن مش محفوظ او اي توكن مش محفوظ انا مسلا مفروض الناس القديمة عندي عارف ان احنا عاملين اه منصة وديت منصة كبيرة جدا وكل ناس بتعامل معها ومصدر ثقة كبيرة قوي هم اصروا ان هم المحفوظتين دول بس مش اي محفوظة تانية اه برضو ارجع واقول هنتكلم ده كله بالتفصيل دلوقتي هعمل كزا وحط كزا وبعد كده اعمل انا ماشي معاه عادي خالص في شوية خطوات كده هقولك برضو عليها جوة انا شكت فيها وخلت خلتني اقلق شوية بس خلتني معاها لغاية الاخر عشان اشوف الدنيا فيها ايه المفروض ان انا لما عملت اخر خطوة هو قال لي عليه هدية زي ما انت شايف انا ردت عليه قلت له ما عليش الخطوة اللي انت تلطها هدية دي كده بتخليني اخولك كشخص اه او طرف تالت طبعا الناس ما عارفش ازا كان كل الناس عارفة الموضوع ده لأ زي بالضبط كده اكنك اه رحت عملت حساب في البنك وبعد كده رحت عامل توكيل لاخوك مسلا ان هو يقدر يسحب او يودع في البنك فبالتالي انت الحساب بتاعك الشخصي بس اخوك مسلا او ايا كان الشخص التالت اللي هو الطرف التالت معا صلاحية ان هو يسحب من حسابك تمام فانا قلت له الحاجة اللي انت عايز نعملها دي دي بتخليك تاخد صلاحية الطرف تالت فبالتالي انت تقدر تسحب الاصول اللي موجودة في المحفظة صدقني انا مش هعرف اعمل الفيديو ده ونهيب معايا الفديس على كده طيب خلينا نروح للصورة التانية انا مفروض لما دست عشان اعرف بقى الدنيا ماشي ازاي اول حاجة دي مش هتظهر لك مش هتلحق تاخدها او مش تلحق تشوفها لانها بيظهر وبيظهر فوقيها رسالة تانية هوريها لك دلوقتي اه غالبيتنا لو دخل عامل الموضوع ده مش هيلحق يقرى الموضوع ده انا اعدت احاول كزا مرة عشان اقدر الحق ارقوط سكرينشوت من النقطة دي زي ما انت شايف دي المحفظة بتاعتي انا اللي انا انشأتها التي ار اكس او الي انا انشأتها على المحفظة بتاعة وده المحفظة اللي كان مفروض هيتحول لها الفلوس تمام? هنيجي هنا زي ما انت شايف? انا مفروض اول ما بتقصد الرسالة دي بتروح الرسالة دي ظهر فوقيها على طول مفروض هما بيعتمدوا على الخاصية اللي موجودة عند الشعب المصري وعند الشعوب كلها الغير اجنبية زي ما بتيجي تسطب حاجة من جوجل ستور كده بيروح ايلك مسلا انت مفروض تديني صلاحية لكزا احنا بندوس اوكي 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 فهم بيعتمدوا على النقطة ديت انك هتخش هيقول لك اعمل كزا عشان تفعل محفظة هو خدمة العمل عندهم قالت لي دي هتفعل لك المحفظة تمام? فالمفروض انك هتدوس وهنا هتعمل اقرأ بقى الكلام ده كويس وقف كده الصورة وابدأ ترجم الكلام ده كويس هتلاقي هنا بيقول لك ان انت كده هتدي له صلاحية اه شخص تالت طرف تالت ان هو يقدر يسحب الاصول اللي موجودة عندك في المحفظة يعني معناها انا عندي مليون جنيه في المحفظة هو من حق ان هو يسحبهم من غير ما يرجع لك كمان اه وهتلاقي هنا شوية حاجات كده بيقول لك دي فيها مخاطرة لو انت وفقت دي حاجة هتبقى على حسابك انت انت اللي هتتحمل مسئوليت ده ده ريسك انت لو عايز توافق عليه خلاص وافق ممكن تكون مسلا انت فعلا عايز تخلي حد دي يتعامل معك معرفة محفظة دي كده بالخطوة ديت هو كان هياخد اه صلاحية ان هو يسحب كل الفلوس اللي موجودة في المحفظة دي طيب خلينا بقى نرجع بسرعة خليني اشيل الصور دي الاول بطسة سيدي اولا دي المحفظة اللي هم طلبوا مني ان انا اعملها المنصة زي ما انت شايف اللي هي التيسر او التيسر اللي دي عملة يعني هو هنا مفروض اول ما يعني اه اتكلموا معايا قالوا لي دي منصة انت بتخش هنا تعمل مهمات في الشركات ديت وكل شركة بيتحدد لك فيها معين مسلا اربعة في المية اربعة ونص خمسة في المية خمسة ونص وقالوا لي بدور رأس مال وانت مفروض هتخش بدور رأس مال وهتبدأ تربح ربح يومي وحاجة اخر حلاوة وزبادي في الخلق ما فيهش اي مشكلة خالص دخلت وعملت حساب ومشيك معاه واحدة واحدة بحيس برضو ان انا افهم الحاجة اللي انا مفروض هطلع اقولها لك طيب جينا في الاخر هنا قال لي علشان تعمل التسك ديت لازم يكون عندك اه رصيد في المحفظة بتاعتك الرقمية عشرة دولار يو اس دي تي وعشرة تي ار اكس فسألت طب ليه انت دولتي بتقول لي مفروض انك بتعمل مهمات مجانية وبتاخد فلوس مش لازم ان انا اودع ليش معنى ان انا حط عشرة وحط عشرة تي ار اكس قال لي لأ ده انت مفروض المحفظة بس بتاعتك احنا كده كده ما بنسحبهاش ولا حاجة ولا لينا علاقة بيها الفكرة بس ان انت عشان تفعل محفظتك على المنصة لازم يكون فيها اقل حاجة مبلغ عشرة دولار عشان تقدر المهام تتفتح لك الكلام ما كانش منطقي في الاول بس حاولت اخلين لغاية الاخر برضو علشان افهم اه مفروض بقى الخطوة اللي هما طلبها مني انا مش هشرح المنصة لان احنا مش هنتكلم عنها خلص احنا بنتكلم التحذير شديد اللهجة اللي مفروض هيبقى في المنصة دي والمنصات المشابهة اي حاجة زي كده هقابلها صدقني هقولك عليها الولد هنا زي ما انت شايف طبعا اول ما بتفتح هنا بيقولك مكان الولد ديت اهي مكان الولد دي كده بيقولك هنا حط الرقم بتاع المحفظة بتاعتك اول ما بتحط الرقم بتاع المحفظة هتلاقي المحفظين اللي تحت دول دول دلوقتي منورين باللون الازرق. ما بيبقوش منورين مطفيين. معناها ان انت لسه ما اكتفتش. فبعت له قلت له قلت له دلوقتي انا ضفت الحفظة. قال لي طيب وريني كده تديني سكرينشوت. رحت ميدي له سكرينشوت. قال لي لا ده كده لسه ما اتفعلتش. اتواصل مع خدمة العمله وهما هيفعلها لك. تواصلت مع خدمة العمله. يروح اقيل لي ابعت لي سكرينشوت من المحفظة طاعتك. هوريجي دقيقة المحفظة. اه مفروض انا مسلا لما بعمل رسيف انا ده. اه هو طلب من ديت. معرفش برضو هو طلبها ليه. هو ليه رقم محفظة هيفعلها لي عشان يبعت لي عليها او انا لما اسحب هيتسحب عليها. معرفش كان ايه سبب الموضوع ده. اكيد كان فيه كبيرة جدا. تمام? قال لي بقى عشان مفروض تفعل الموضوع دوت. انت هتيجي هنا على المحفظة بعد ما تحط الرقم. هتدوس على وبعد كده تدوس. طبعا هيحولك هنا هيظهر لك الرسال زي ما انت شايف بص. هو هنا اول حاجة هو بيقول لك هو انت دلوقتي بتبدأ تخش كطرف تالت ومش عارف ايه. انا انا ماشي كنت ماشي معا خطوة خطوة. بص بقى الرسالة مش تلحق تزهر وبعد كده التاني هتزهر فوقها. اهو. ظهرت فوقها. حضرتك مجرد ما بتدوس على ديت انت كده بتخول له ان هو يقدر يسحب الاصول اللي موجودة عندك في المحفظة. فبالتالي هو بيشترط عليك انك تكون حاطت عشرة دولار في المحفظة بتاعتك وبعد كده تبدأ تشتغل وتبدأ تربح وتبدأ تعمل دعوات وتبدأ تكسب. فبالتالي انت لو ما عملتش هو بيقول لك انك ما عملش الخطوة دي فبالتالي انت مش تقدر تربح من المنصة. وصدقني انت لو عملت كده هتربح فلوس كتير جدا. فبالتالي انت عامل الاغراء موجود. آآ عامل الشبه مصداقية انت شايف ان هو موجود. ان انا احط عشرة دولار بس عشرة دولار مش مش مبلغ يعني. وهبدأ اشتغل بيه واجمع فلوس. فبالتالي حضراتكم هتروح حطيني العشرة دولار وهتشتغل وهتجمع فلوس وهب هتنام مسلا للنهاردة. وقت ما يحب ويقفله المنصة. مش محتاج ان هو يرجع لك ويقول لك لو سمحت خلاص احنا مش هنبدأ نبعد ساحب تاني. هو هيبعت لك كل السحبات. ده اللي انا استشفيته. هيبعت لك كل السحبات. ووقت ما يحب سيادته يقفل. هيروح لامم كل الفلوس اللي في المحافظ اللي بتسجل عنده. ويبقى هو خب منك الاصل بالمكسب بكل حاجة. وحضرتك طلعت آآ من البحر كده بدون اي حاجة. ولا حتى الاصل بتاعك ولا المكسب اللي انت كسبته. مش هقدر اجزم ان الموضوع دوت صحيح. ولان الشركة دي هتنصب. بس انا دلوقتي لما يجيلي آآ حاجة زي كده. ويقول لي. وبص انا انا قريت الرسالة طبعا قبل ما ندوس. فبالتالي لما لاقي ان هو بيقول لي ده طرف تالت ويقدر يسحب الاصول بتاعتك. واروح راجع لهم اقول لهم احنا مش هينفع نعمل بتاع ده. الحاجة اللي انت بعتها لي ديت. دي طرف تالت بتخول لك انك تقدر تسحب الاصول بتاعتي. يقوم ما يردش علي كده خلاص. يبقى انا هو شايف ان انا كشفته فبالتالي ما قدرش يكمل حديث معي. مع ان احنا بقالنا يومين او تلت يام هو بيحاول يتكلم معي عشان عايز يعمل اعلان. انا مش عايز من الاول ان فيه شبهة طالما قال لي لازم تبقى فيه اداع بمبلغ معين عشان تبدأ تعمل مهمات. الموضوع كان مقلقني في الاول لما اتكلم فيه مرة واثنين وتلاتة. فاضطريت ان انا كمل معا لغاية الاخر عشان اشوف الدنيا فيها ايه. عشان لو فيه اي حاجة اقدر احذرك. ولو ما كانش فيه اي حاجة ولاقيت المنصة صدقة. كنت هعمل لك عادي الاعلان عنها. وهقول لك اشتغل عليها بدون اي مشاكل خالص. بس زي ما بقول لك خد المنصة دي واشتغل عليها وانت متطمن واجب علي برضو ان نلاقي حاجة زي كده لازم احذرك منها. اي منصة شبيهة دي او منصة بتتطلب منك شرط جزري انك لازم تودع وتيجي تعمل الاداع يشترط عليك محفظة معينة لان انا قلت له انا عندي قال لي لأ احنا بنشتغل بالمحفظة دي بس. ويشترط عليك محفظة معينة وتلاقي حاجة زي كده بطرف تالت اياك 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 انك تشتغل عليها او توضع فيها اي مليم احمر او اصفر معرفش كان بيقولو ازاي. فاتمنى اتمنى ان انا اكون افتك بالنقطة دي. على فكرة الاعلان ده كان محطوط لي فيه فلوس كويسة. كان ممكن اعوض بها الفترة اللي احنا انقطعنا عنها ديت. تقريبا القناة خسرت كل حاجة. آآ خسرت تفاعل خسرت مشاهدات خسرت فلوس خسرت حاجة كتير جدا. كان ممكن اوي ان انا اخد المبلغ دوت على عشان على الاقل خالص اعوض الفلوس اللي ادفعها لكم كجوايز ديت. بس انا مش هرضى ان انا اخد حاجة وانا متأكد مية في المية ان فيها نصباية. او فيها حاجة ممكن تخليك تخسر فلوسك. وانا ابقى عارف انك هتخسر فلوسك. كان لازم انا اوه عليك. ولازم انابهك لنقص زي ديت. تصف الفلوس. بس اهم حاجة ان انا مش هقولك حاجة وانا متأكد انها نصب. يعني دي صعبة قوي. مش انا معكم اسامة